هذا اليوم وهذه الذكرى نستذكر الكثير من الأحباء والأشقاء والأطفال والمدارس التي دمرت وتعطل الحياة وتضرر الاتصاد الفلسطيني البنية التحتية كثير من القضايا التجويع والتعطيش أيضا في قطاع غزة للمواطنين الفلسطينيين الأبرياء نتحدث بصورة أشمل مع ضيفنا في الأستوديو المستشار إسماعيل حماد الخبير في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أهلا ومرحبا إلى بيت للكل ومع مرور عام على العدوان الإسرائيلي ربما أنا أشرت في المقدمة ودعنا نبدأ من أن هذا المشهد ألفه العالم أم ما زال العالم يتحرك حتى اللحظة لأجل فلسطين وإنقاذ فلسطين وإنقاذ حل الدولتين وكذلك لجم سياسة حكومة الاحتلال في استباحة الدم الفلسطيني عن ماذا نتحدث اليوم يعني أنا أعتقد أن العالم اليوم علي أن يبحث عن كيف بإمكانه أن ينقذ نفسه بالحقيقة إسرائيل اليوم هي لم تعد تشكل فقط مأزق لنا كفلسطينيين نحن كفلسطينيين وكبنا هذه المأساة على مدار عقود طويلة ولازلنا نعاني العالم اليوم الإنسانية جمعا هي أمام اختبار حقيقي اختبار يعدعو بالضرورة إلى ضرورة تكثيف الجهود في سبيل اجتذاث هذه المنظومة منظومة الفصل العنصري منظومة التطرف المنظومة التي تمارس إرهاب الدولة المنظم والممنهج والتي تستبيح ليس فقط الفلسطينيين وإنما تستبيح العالم ككل الإنسانية واحدة والإنسانية اليوم تعاني المنطقة ككل هي على صفيح ساخن الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية آخذة في التجذر في ظل هذا الصمت المهيب والرهيب هذا الصمت الذي لا يعبر إلا في الحقيقة عن عجز منظومة الحماية الدولية وفشلها في تصدرها لمسؤولياتها والوقوف أمام هذه المسؤوليات أمام هذا الاحتلال الذي لا يزال يزداد غطرة سنتوقف مع الصمت المنظومة الدولية ولكن عندما نتحدث عن أو عجز المنظومة الدولية نتحدث عن صمت صمت حكومات ولكن الشعوب قالت الكلمة منذ اليوم الأول وهي مستمرة في مساندة ومناصرة الشعب الفلسطيني الحكومات في العالم أين هي مما يحدث اليوم نأخذ مثلا الاتحاد الأوروبي الذي يطالب دائما وكان في خلال السنوات الماضية بدولة فلسطينية قابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 دعم مشاريع كذلك في فلسطين دمرها الاحتلال طبعا خلال السنوات الماضية وما زال مستمر في تدميرها أين موقف الاتحاد الأوروبي مثلا مما يحدث أو حكومات الاتحاد الأوروبي نعم كما قلت أخي خميس الشعوب اليوم هي تنتفض هي أولا تنتفض نصرة للإنسانية ونصرة لنفسها لأننا نعلم تماما بأن هذا المشروع هو مشروع توسعي وهذا المشروع بالتأكيد سيلقي ظلاله على المنطقة وعلى العالم ككل الشعوب هي المحفز في سبيل إحداث تغييرات على صعيد السياسة العالمية والشعوب اليوم التي انتفضت بحركاتها المناصرة لأنك فلسطينيين وفلسطينيات وضعت الكل أمام مسؤوليته الشعوب هذه اليوم تضغط على حكوماتها وعلى برلماناتها في سبيل تبني مواقف شجاعة تحدم أولا الإنسانية وتكف يد إسرائيل وتغولها الحكومات في الدول المختلفة عبرت عن مواقف إما نددت أو توعدت أو عبرت عن قلقها لكن هذا الأمر لا يكفي الآن أجهزة الأمم المتحدة مع الحكومات في العالم والأقليم المختلفة مطالبة بموقف حقيقي واضح مسؤول ينقل هذه الالتزامات التي تم التصريح بها إلى جدول عملي قابل للتطبيق هذه الحكومات اليوم في إطار صمتها واكتفائها فقط في سياسة التنديد نعلم بأنها تخضع للغة القوة وهذا هو المنطق بالنسبة لها لغة المصالح المتبادلة ولغة موازين القوة وسياسة الكيل ولكن هناك قانون دولي وقانون دولي إنساني إذا وجدت المعيير سنتي على ذكرها دعنا نعود إلى الوراء عام كامل ونستذكر الأيام الأولى للعدوان وتبني المجتمعات الغربية الحكومات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية للرواية الإسرائيلية التي سرعان ما تم كشف أنها رواية كاذبة ولم يحدث هذا الكلام فيما يتعلق بالأحداث في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة وفي المقابل ما يحدث على مدار عام كامل من حرب ومجازر مروعة راح ضحيتها الألاف من الشهداء المفقودين الأسرة والدمار الحاصل في قطاع غزة لم يحرك ذلك ساكنا لدى المنظمات الدولية المختلفة التي تعنى بحقوق الإنسان نعم بتأكيد ذلك أثار دافع للتحرك واتجاه خطوات ولكن في إطار بيانات فقط لغير ولكن دعني أقول بأن هذه المنظومة في المحصلة هي تحتكم لمرجعيتين دوليتين والمرجعيتين هم بمثابة مساحة لهذه الدول والدول التي تملك الصلاحية والقوة فيها هي الدول المهيمنة تجمحها علاقة دبلوماسية وسياسية واقتصادية وهي علاقة في وقع الحال استراتيجية مع إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال لكن قبل ما أدخل بطبيعة هذه الالتزامات وكيف على هذه الدول أن تنتقل بالفعل من نطاق البيان والتصريح إلى إطار الفعل الملموس ذو الأثر لإنقاذ أولا المنظومة الدولية التي هي في حقيقة الأمر أمام اختبار حقيقي لمدى مصداقيتها ومدى فعليتها في حماية حقوق الإنسان المتآزرة والمترابطة دعني أقول بأننا نحيي كفلسطينيين شعوب العالم وكل شخص يقف في موقع مسؤولية وكل سيدة تبنت موقفا لصالح القضية الفلسطينية نحن نأخذ بهذه الجهود ونعمل على البناء عليها ونعلم تماما بأن هذه الأصوات الحرة التي تطالب بالتحرر من الاحتلال أولا وثانيا إنهاء هذه القوى الإرهابية التي تشكل تهديد للمنطقة ككل وللعالم هو في حقيقة الأمر دافع لنا الإحداث المزيد من التغيرات على صعيد قضيتنا في حقيقة الأمر فلسطين نجحت في تقديم رواية مغايرة قد نجحت في إحداث تخيير في هذه القناعات نعلم بأن إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال مع ذروة حربها حرب الإبادة الجمعية والتطير العرقي تعمدت استهداف الصحافة وتعمدت إخفاء قصري للصحفيين ولكل شخص هو حريص على نقل المعلومة وتحديدا من قطاع غزة وتعمدت أيضا تدويل رواية هذه الرواية تطمس فيها الحقائق وتكون بالعكس بالالتفاف على هذه الحقائق وتزويرها اليوم العالم أمام هذا الامتحان طويل الأمد للأسف وهو امتحان صعب علينا لأن تكلفته وثمنه باغذ وهو الدم كشف تماما زيف هذه الرواية يعني العديد من الأحداث الكبيرة والبارزة خلال هذا العام منها ما يستحق أن نتوقف معه أيضا ومستقبل ما صدر من محكمة العدل التولية والتي حولت الملف إلى الجمعية العامة ويصطدم كذلك بالمجلس الأمن والفيتو الأمريكي وهذا أيضا يعني يأخذنا بشكل أو بآخر إلى موقف الولايات المتحدة الراعي والشريك في قتل المواطن الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية المستمرة نعم عندما نتحدث عن جريمة إبادة جماعية وجريمة تطخير عركة بالتأكيد نحن نتحدث عن إركان لهذه الجريمة ونتحدث عن الفاعلين ونتحدث عن الشركاء ومن يقوم بتعزيز تصميم الفاعل على ارتكاب فعله في حقيقة الأمر وفقا للقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني تعتبر الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الحليفة لقوة الاحتلال هي جهة شريكة بارتكاب هذه الجريمة سواء بصمتها أو بمدها الفعل بالعتاد والسلاح والدعم المالي أو على الأقل بالمواقف السياسية التي تشكل نوعا ما الحصانة للإسرائيليين لممارسة المزيد من الغطرصة الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل هي قوة موجودة بداخل المجلس أمن وتملك صلاحية النقد ولكن نعلم بأن هذه القوة لن تدوم طويلا أمام هذا الالتفاف العالمي حول قضيتنا الفلسطينية العادلة الموقف النبيل والشجاع لمحكمة العدل الدولية والذي جاء بناء على جهود ومثابرة الكثير من الأناس الشرفاء الذين حملوا على عاتقهم مسألة تدويل قضية سلسطينية بالدرجة الأولى وأعتقد بأنه لابد من أن يتحول إلى التزام وهذا الالتزام قابل للتطبيق هذا القرار الشجاع الذي عبر بكل صراحة على أن إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وأن هذا الاحتلال بطبيعته المستمرة هو يشكل جريمة مستمرة لابد من وقفها فورا وأن كل ما ينشأ عن هذا الاحتلال من سياسات وإجراء تهدف إلى تغيير الأمر الواقع بما يتصل في الجانب الفلسطيني ما دون حدود الرابع من حزيران لعام 1967 هو شيء غير مشروع في القانون الدولي ولابد من إنهاء الاحتلال ولذلك هذه المحكمة أصدرت فتواها وهي فتوى ذات قيمة تاريخية وهي وثيقة قانونية حقوقية مهمة لنا في الاشتباك السياسي أمام القانوني مستقبل نعم مستقبل هذه الفتوى فقط دعنا نتذكر بأن هناك فتوى سابقة من العام 2004 وهي متعلقة بالجدار والجدار حقيقة وواقع اليوم وخلق حدود ربما أو كما تصفها دولة الاحتلال نحن لا نؤمن بالجدار ولا نؤمن يصدر من الاحتلال ولكن هناك جدار فصل وعزل المناطق اجتماعيا واقتصاديا وخلق واقع جديدة هذه الفتوى بطبيعة الحال صدرت واليوم هي نقلت إلى مستوى قانوني ورسمي لتنفيذها وهو مجلس الجمعية العمومية الأمم المتحدة والذي تبنى قراره القاضي بإنهاء الاحتلال حتى 12 شهر من تاريخ صدور هذا القرار نعلم بأن هذا القرار حتى يجد مساحته للتنفيذ ويكون قابل بالفعل للحياء ولكي تفي الدول بوعودها التي عبرت عنها سواء من خلال قضاطها الممثلين في محكمة العدل أو من خلال ممثليها الدائمين في مندوبياتها في الجمعية العمومية عليها اليوم وبصوت واحد أن تقف ضد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن شهدنا تجارب لفلسطين لتقديم مشاريع قرارات للنهوض والارتقاء بمكانة الدولة وكيانتها والاعتراف فيها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة ونعلم تماما من قام بإحباط هذا الجهد اليوم أعتقد أنه في ظل تورط الإدارة الأمريكية وتورط الدول العظمى تحديدا بمسألة المساعدة واعتبارها شريكة في جريمة الحرب وهذا كان نتاج أيضا أعمال لجان تحقيق لجهات كثيرة مستقلة وهي تتبع بالمناسبة الأمين العام للأمم المتحدة أعتقد أنه يفتح لنا نافذة استخدام مواد القانون سواء كان منها ما يتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يقضي بتنفيذ القرارات بالقوة أو فيما يتعلق تحديدا باللجوء إلى تطبيق مادة في ميثاق الأمم المتحدة تسمح للدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تمنع الدولة الطرف في نزاع ما أو المتدخلة في جريمة من جرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي تحديدا جريمة الإبادة الجمعية والتطهير العرقي أن تكف عن التصويت وبالتالي بالإمكان هنا العمل اليوم على المدى القريب باتجاه عزل هذه الدول ومواقفها السلبية التي تحبط جهودنا والتركيز أكثر على الدول الدائمة اليوم نحن نتحدث عن تصابق للدول للاعتراف في دولة فلسطين نتحدث عن مجموعات عمل عربية بالمناسبة والدولية شريكة لمندوبيتنا في الأمم المتحدة مؤثرة وذات وزن فصل ونعتقد بأن قريبا ستتقدم دولة فلسطين من خلال مندوبيتها ووزارة الخارجية بتوجيهات فخامة السيد الرئيس بمشروع قرار أعتقد أنه سيكون له مكانه من التطبيق وهذا المشروع بالتأكيد سيحاكي هذه الفجوات ويبني على الدروس المستفادة من علاقتنا القائمة مع هذه الدول التي تستخدم سياسة الكهيد بمكيالين ما علاقة ما يحدث بالوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية بعض المراقبين قالوا بأن الانتخابات الأمريكية ربما تساهم في وقف هذا العدوان ولكن على العكس اليوم نتطلع وننظر إلى ما تقدمه مرشحة ديمقراطية كما لها رسمية مواقف وكذلك المرشح الجمهوري ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية واضحة حينما كان رئيسا للولايات المتحدة في إطار صفقة القرن وتبعاتها والقرارات التي أعلن عنها إذن هل تستخدم القضية الفلسطينية كورقة انتخابية لأصوات اليهود الجملة الشهيرة في المناظرة التي جمعت ترامب بهاريس بأنها تكره إسرائيل لا يحد تساهم كل هذه القضايا في إطار استمرار هذا العدوان لصالح دولة الاحتلال في كل العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الانتخابات الإسرائيلية في حكوماتها المتعقبة يدفع الفلسطيني ثمن باهظ وهو ثمن تكلفة هذه الدعاية الانتخابية التي للأسف تقدم دائما لنا الأشد تطرفا والأشد حقدا والأشد إحباطا لجهودنا الرمية لإحقاق السلام أولا العادل وثانيا إقامة دولتنا بحقيقة الأمر هناك مرشحين كل من المرشحين يتخذ جانب أولويات المرشحين ستكون الاهتمام بالشأن الداخلي ولكن ليس بأي حال من الأحوال من الممكن لأي من المرشحين أن يتجاوز هذه الحالة العامة أمريكا تقدم نفسها للعالم بأنها الحريصة والحارسة لحقوق الإنسان وللعدالة والحريات وبالتالي هي اليوم بالحقيقة بمرشحيها أمام اختبار حقيقي كيف ستنفذ وجهتها كحارسة للحقوق والحريات وهي تنتهك الحقوق والحريات في الأرض المحتلة وتدعم إسرائيل الجهة التي تقوم بهذه الانتهاكات الجسيمة بحقيقة الأمر سنستمع إلى صوتين صوت يستخدم معادي السامية كمادة لاستقطاب تعاطف اللوبي الإسرائيلي وتجنيده وصوت آخر قد يكون أكثر توازن يعمل على مغازلة طرفي هذا الصراع الفلسطينيين والإسرائيلين ولكن بطبيعة لا نعول لا على الحزب الجمهوري ولا على الديموقعات لذلك قلت بأن الأولوية ستكون هي الاستقطاب الأصوات والأولوية هي للوفاء بالالتزامات الداخلية نعلم بأن المجتمع الأمريكي يعاني من أزمات متعاقبة وبالتالي اليوم الصورة والمشهد يركز أكثر في المناظرات على ما سيقدم المرشح لجمهوره الداخلي ولكن مسألة كون الولايات المتحدة حارسة للعدالة والحقوق والحرية وفق لما تسوق به نفسها فهي على الأقل ستستخدم هذه المادة اليوم بالمناسبة الإسرائيليين لا يكيلون أي توزن للولايات المتحدة الأمريكية وشهدنا كيف أن المتغيرات أثبتت بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي مجرد قاعدة عسكرية تمد إسرائيل هذه القوة القائمة بالاحتلال بالسلاح والمال وتوفر له الغطاء السياسي في منظومة الأمم المتحدة وبالتالي استخدام الفلسطينيين ودمء الفلسطينيين وعذابات وآلام الفلسطينيين في هذه المادة الانتخابية والإجراءات الانتخابية المرتقبة في الأول من نوفمبر المقبل أعتقد بأنها ستكون من غير ذات جدوى بالنسبة لنا كفلسطينيين ولكن ستزيد من الولايات المتحدة تعري وستفضح هذه السياسة القائمة بالدرجة الأولى على التجارة بالدم بقي لدينا دقيقتين الوقت وفيها أسأل عن الجنائية الدولية وكل ما يحدث كيف يخدم الملفات الفلسطينية التي قدمت إلى الجنائية الدولية في المجازر حرب العبادة الجماعية ملف الاستيطان ملف الأسرة وكلها حاضرة وحاضرة بقوة في هذه الفترة وكل الجهات الرسمية توثق ما يحدث نعم العالم ليس أما والعالم يبصر تماما حجم هذه المعاناة ما يرتكب على الأرض الفلسطيني الذي يطارد في الموت وفي الحياة يطارد في الصحوة وفي المنام الفلسطيني الذي يقتل بدم بارد والفلسطيني الذي يستباح في أرضه وتنتهك أرضه وتصادر ممتلكاته وتهدم ممتلكاته الفلسطيني الذي تقطع أواصر الطرق والذي يمنع من الوصول إلى أماكن العبادة والذي يحارب في لقمة عيشه والذي يعاني من الاختفاء القصري والعنف الجنسي والفلسطيني الذي يعاني اليوم من مأزق حقيقي تجاه شعوره وشعور أفراد عائلته بأمنهم الإنساني بالتأكيد هم مادة دسمة لكل هذه الملفات التي تم بنائها أو التي سيتم بنائها الملفات التمهيدية التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كانت ملفات بنيت وفق الأسس القانونية هي ملفات توثق بالحقيقة وتنطق بصوت الآلام الفلسطينية وهي تنادي بمعاناة الفلسطينيين هذه الملفات التمهيدية وجدت طريقة أمام المدعي العام الذي أكد قبولها وتوفر بعض المتطلبات والاشتراطات والأركان التي بالفعل تجعل له ولاية على هذه الملفات وسمعنا بمواقف معلنة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول نيته باتخاذ بعض القرارات وصدرت في حقيقة الأمر بعض الملكرة لكن المطلوب هو سرعة الإجراءات أدركنا الوقت كلمة آخرى ما هو مطلوب أن يقف الكل أمام مسؤوليته هذا هو اختبار حقيقي للإنسانية الكارثة المحدقة هي لن تنال منا كفلسطينيين وحسب هي تشكل تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليا شكرا جزيلا لك المستشار إسماعيل حماد الخبير في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني شكرا لكم على هذا الاستدار على المشاركة معنا في هذه الحلقة الخاصة من بيت الكل مع مرور عام على المجازر وحرب الإبادة الجماعية